فريق صاحب شخصية احنا رابع العالم عايز اوري حضراتكم النهاردة عودة نادي الهلال الى السعودية نادي الهلال اتغلب خمسة اتنين او خمسة ثلاثة من ريال مدريد وكان ممكن تبقى المباراة اكبر من كده خمسة ثلاثة رتيجة كبيرة اكتر من كده النهاردة لعبت او كل جمهور الهلال واقف ومستني لعبت نادي الهلال وعمل لهم الورد يستحقوا طبعا لانهم المركز التاني وخلي بال حضراتكم جمهور الاهل بيعمل كده واحسن جمهور الاهل استقبل فريق النادي الاهل لما خدنا سادس العالم رحنا اتغلبنا ورجعنا في اول بطولة مشاركة لنا كنت اتشرف بالتواجد جمهور النادي الاهل في كل مكان مستني لعبت النادي الاهل لكنه عتبونا وزعلانين مننا وكل حاجة ولكن واقفين معانا هو ده جمهور الاهل اللي انا شايفه في كل مكان اللي شايفه على السوشال ميديا واللي شايفه هنا وشايفه هنا وشايفه هنا لما بلاقي حد داخل ينتقد ويشتب ينتقد ده حقه يعاتب حقه لكن تشتب ده مش جمهور الاهل ده انا متأكد جمهور الاهل اكثر احتراما من كده بكتير بكتير وانا شخصيا حبتدي ما بصش على سوشال ميديا كتير بصراحة يعني لانه انا ما ببقاش عارف لان انا اللي بشوفه في الشارع انا بنزل واتماشى في الشارع وبشوف الناس وبقعد مع الاهلوية وبكلموني في التليفون وكل حاجة الناس بتقول لي احنا سعداء ولكن عندنا اعتاب لبعض اللاعبين اللاعبة دي ياما عملت لنا وياما وقفت او ياما عملت للنادي الاهلي انا اقول لهم كده اقول لهم النادي الاهلي محدش يعمل له حاجة النادي الاهلي دايما وجمهوره هو اللي بيعمل لإسم اللاعب خلي بال حضراتكم اللي بيكلمكو ده اول واحد بعد نهاية المباريات كلمت اللاعبة اللي حضراتكم بتكلموا عنهم وعتبتهم وعتبتهم وقلت لهم كان فيه احسن من كده كان فيه افضل من كده كان نفسينا ناخد تاني العالم وكان نفسينا ناخد البطولة وكان نفسينا ناخد تالت ولكن قدر الله ما شاء فعل عندي مباراة من السبت اللي جاي عندي مباراة من السبت اللي جاي هعمل فيها ايه عندي مباراة ضد الهلال السوداني في اولى المشاركات الافريقية الافريقية هذا الموسم فحنبتدي نفكر في المباراة ولكن اخلص كلامي مع حضراتكم فيما يخص كاس العالم فانا وصلت ان انا طبعا لما نادي الاهل يتغلب اربعة لازم تبقى زعلان ولازم تعاتب اللاعبين وتعاتب المدرب ولكن انا رابع العالم بيننا وبن بعض عاتبهم وقولوهم يا جماعة انا لازم كان يبقى احسن من كده وافضل من كده لكن انا رابع العالم عندي محمد الشناوي وعندي مجد افشا وعندي محمد شريف اه اعتبهم لو عندهم مشاكل بير ستاو هاني اللي كان بعض من لاي وشجع نادي الالي كان بقولو عليه لعيب وحش جدا ومش عارف ايه دلوقتي هاني احسن لعيب في الدنيا